صباح الخير يا هدير صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر حلقة الاربع خمسة وعشرين مايو من سنة تقريبا خرج أسطورة قرة القدم الفرنسية تيري هيري أو أونري قال إن الفرعون المصري محمد صلاح لاعب لا يكل ولا يمل أبدا من تطوير نفسه ومهاراته لاعب رائع وقضوة للشباب الناشئين الصغار اللي في بداية حياتهم تحديدا وقال كمان هيري وقتها نصيحة النصيحة دي كان بيوجهها للشباب مش في مصر كان في العالم ككل لما لازم يتعلموا الدرس كويس قوي من محمد صلاح يتعلموا إزاي يكون عندهم طموح يكون عندهم إصرار لإثبات الذات وتطوير القدرات وتطوير نفسهم بشكل عام كلمتين قالهم واحد من أعظم وأهم لعيبة العالم احترافا وفنا في السحرة المستديرة كلمتين مهمين جدا لازم نقف عندهم ونبدأ فعلا اللي احنا ندرب ونعلم ونربي ولدنا وبناتنا اللي هما يكون يعني عندهم قدوة واللي هما يتأثروا بحالة الإصرار والكفاح اللي صنعها محمد صلاح في الملاعب الأوروبية وفي العالم ككل لأن اللي عمل ومحمد صلاح ده بيثبت حاجة واحدة فقط يا هدير إن الأحلام لا تسقط أبدا بالتقاط صحيح ويمكن نحن دايما بنتكلم عن المؤثرون والناس اللي بيأثروا في حياتنا وفي حياة كل العالم الحقيقة لأنه يمكن على مواقع تواصل الاجتماعي بقى خلاص بقلنا فترة بنتأثر بنمازج معينة موجودة على مواقع تواصل الاجتماعي يمكن مو صلاح ضرب يمكن أعظم هذه النمازج وبقى مؤثر عند كتير جدا من الأعمار سواء بنتكلم عن الكبار أو الشباب أو حتى الأطفال الصغيرين اللي بيستنوا مو صلاح بيعمل إيه وبيقول إيه وبيستنوا جواز مو صلاح ويحتفلوا بيها وفيش شكل حقيقة أنه كل أسرة مصرية تتمنى وتحلم إنها تشوف ولادها زي محمد صلاح الحقيقة أنه مش بسة محمد صلاح بقيمة أفطالنا في الألعاب المختلفة بقت حاجة مشرفة عندنا لو حنتكلم عن نور الشربيني قطعت شوت كبير جدا في لعبة السكواش وحصلت على ست ألقاب عالمية في تاريخ هذه اللعبة ولو حنتكلم كمان عن علي فارج اللي وصل لقمة مجد وقدر أنه يحصل على بطولة العالم كمان في لعبة السكواش من كم يوم حقيقة أنه يعني نماذج كتير مش عايزين ننسى أبدا أبطالنا وإحنا بنتكلم عن القدوة والنموذج السوي المتميز للمفروض كل أولادنا يبقى عنيهم عليه وهم بيكبروا وإحنا كأوليها أمور كمان نكون مركزين جدا أنه نطلع أولادنا بهذا الشكل لو نتكلم كمان عن فريدة عصمان في السباحة ميار شريف في التنس يمكن تحديدا هنا بنتكلم عن البنات ودولا اسمين من البنات يعني كتبوا أسميهم بحروف ده في الألعاب الفردية الرياضية يعني بطولاتهم وإنجازاتهم الاستثنائية الحقيقة خلتهم مجال حديث للعالم كله ومحل اهتمام ودراسة في مدى عبقريتهم وذكائهم وقوتهم البدنية اللي وصلوا بيها لأرفع وأرقى البطولات وأعتقد أن دي مش حاجة سهلة أبدا وبتبتلي دايما من الصغر عشان كده نبقى محتاجين أن احنا يعني كأسر مصرية وكأمور تبقى عنين على قدوة ونعلم أولادنا نوم يلاقوا القدوة يمكن ذكرتي نماذج كتيرة ملهمة نماذج مشرفة نماذج حقيقة تستحق أن احنا نخلي يعني أولادنا ونخلي إخواتنا الصغيرين يعني يبصوا ويدوروا ويخلوا الناس دي قدوة حقيقية ليهم فعلا يا هدير لكن هرجع تاني لمحمد صلاح لأن محمد صلاح في الحقيقة كل يوم بيعمل إنجاز شخصية ملهمة من وجهة نظري لأنه بيقدم كتير جدا وبيطور من نفسه كتير جدا وبيشتغل على نفسه يمكن نفتكر إن كان فيه لقاء خاص وحصري لنا هنا في التلفزيون المصري مع محمد صلاح واللي قال في بداياته الراجل كان بينام قدام بوابة المقولين العرب علشان خاطر عنده حلم وعنده طموع وبإصراره وبعزمته وقدر اللي هو فعلا يخلي إن الحلم داي يتحقق في يوم الأيام ويبقى بس مش بيدخل نادي المقولين لأ ده النهاردة العالم كله بيتكلم عليه هنري قال عليه أول ما شافه إيه وتكلم إزاي عليه يعني حقيقة صلاح كل يوم بيضيف إضافة جديدة لنفسه والمصر ليه المصر؟ لأن صلاح بحصوله على جايزة الحداء الزهبي ليه المرة الثالثة حط اسم مصر كرابع دولة تقدر اللي هي يعني يكون عندها نجوم يحققوا هذه الجائزة تحديدا يعني لازم نزرع في أولادنا أنهما يكون عندهم شخصية ملهمة يكون عندهم قدوة نصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر